اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى جولة الصحافة لهذا اليوم ونبدأها بابرز ما عنوانت به الصحف نبدأ بالصحف العالمية حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ترامب يخطو الى كوريا الشمالية ويقبل استكمال الحوار مع كيم جونغ اون وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية السودان المعارضة الى الشوارع والمجلس العسكري يحذر من التخريب ونقرأ في صحيفة الجاردين البريطانية روسيا والسعودية تتفقان على تنبيد اتفاقية اوبك للحد من انتاج النفط وبالانتقال الى الصحف الخليجية حيث عنوانت صحيفة الرياض السعودية ولي العهد السعودي يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام وفي صحيفة العرب القطرية ضمن مشاريع الهلال الاحمر القطري لتحسين الرعاية الصحية استمرار اغاثة الضحايا المجاعة وسوء التغذية باليمن ونقرأ في صحيفة الخليج الاماراتية محمد بن راشد يقول الامارات تستضيف العالم في قمة اكسبو للحكومات في نوفمبر 2020 ونقرأ ايضا في الصحفة التركية حيث عنوانت صحيفة ييني شفق مجلس الدولة الليبي يعتبر الهديدات حفتر اعلان حرب ضد تركيا واخيرا نقرأ في صحيفة ديلي صباح اغار يصرح تركيا سترد بقوة على اي عدوان من قبل قوات حفتر والان عزائي المشاهدين مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من مواقع اخبارية وصحف عربية نتابع معا اشتركوا في القناة في مقتبل الاجازة الصيفية لطلبة المدارس يتجه معظم الاطفال الى قضاء اوقات فراغهم في التحديق طويلا امام الشاشات الصغيرة والمضيئة عالم افتراضي يغيب عقولهم ويشتت تفكيرهم بل ومن الممكن ان يؤدي الى عواقب وخيمة لم تكن بحسبان ابائهم اجهزة ذكية من الممكن ان تكون سببا في غباء الاطفال والحد من مهاراتهم الذهنية صحيفة الغد الاردنية ذكرت تفاصيل عن ادمان الاطفال على الالعاب الالكترونية والهواتف الذكية نتابع ثم نستكبر النقاش يبحث الاطفال في العطلة الصيفية عن طريقة لاشغال النفس وتعبئة وقت الفراغ اذ يجدون ملاذهم بالالعاب الالكترونية والتي تشكل لهم مساحة واسعة للترفيه عن النفس اما الاباء فيقفون حائرين امام هذه المشكلة الكبيرة والعزلة الاجتماعية والتي تطال الابناء مع صعوبة السيطرة على ذلك الهوس ويتفاعل الاطفال مع هذه الالعاب كما لو ان تفاصيلها حقيقية لتسبب لهم حالة من الانطواء تظهر بتعاملهم مع الاخرين فضلا عن الام جسدية ونفسية ترافقهم اشعر بالضياع والفراغ والقلق عند فصل الانترنت عن البيت هكذا بدأ الطفل علي عبد الكريم كلامه اذ يجد في الالعاب الالكترونية ملاذه وسعادته فهو يقضي معظم وقته امام الشاشة بدون كلل او ملل ويضيف ان الاجازة تزيد من تعلقه بالالعاب الالكترونية كونها متنفسه الوحيد ويعترف انه مغيب عن الكثير من الانشطة وحتى التواصل مع اسرته ومشاركتهم الجلسات لكنه لم يعد يشعر بالمتعة الا بعالمه الخاص سلوكيات تتسم بالعدوانية واخرى تفتقد للذكاء العاطفي تبرز في شخصية الاطفال الذين ينشغلون بالتكنولوجيا ويفشلون كذلك في تكوين صداقات حقيقية بامكانها ان تخرجهم من العالم الافتراضي المنغلق وبحسب اراء خبراء فان الاهل يتحملون مسئولية غياب الرقابة والاكتفاء غالبا بالشكوى او الوقوف مكتوفي الايدي امام تأثير الالعاب على حياة صغارهم والتي جعلت الكثير منهم يفقد بهجة الاستمتاع بالتفاصيل العائلية اليومية وعلى الرغم من الدور الايجابي الذي تقوم به التقنيات المختلفة المتمثلة في نقل المعلومات الا انها في المقابل تلعب دورا خطيرا وسلبيا اذا ما اسيء استخدامها وخاصة عند ترك الطفل اسيرا لها في ظل انتشار كبير للالعاب الالكترونية ويبين ان التعاطي المستمر مع هذه الالعاب يترك تأثيرا واضحا على سلوك الطفل حيث تحمل تقنيات الالعاب الالكترونية في طياتها مخاطر تستوجب اعادة النظر في مضامي رسائلها وما تحدثه من تغييرات جوهرية في فكر الطفل وسلوكه ومن اهم المخاطر السلبية للالعاب الالكترونية وانشغال الاطفال بها في العطلة الصيفية انها تربي لديه العزلة وضعف التواصل الاجتماعي وتغييره بالمنظور الثقافي والنظرة للأهل والمجتمع اذ ان اغلب الالعاب غريبة عن كيام المجتمع وثقافاته اذا اعزائي المشاهدين للتعليق على مخاطر الاجهزة الذكية والالعاب الالكترونية ينضم الينا عبر سكايب الدكتور عمران سالم الخبير في امن المعلومات دكتور عمران اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك دكتور عمران بداية يعني كيف تؤثر هذه الالعاب والاجهزة الذكية على الاطفال في العطلة الصيفية خاصة وعلى عقولهم وعلى تفكيرهم مستقبلا في المدارس وبعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بداية اهه اشكركم على اثارة في هذا الموضوع في هذا الوقت يعني نفسنا في البداية العطلة الصيفية اه احنا نتحدث طبعا عن ازمان الاجتماعي الاسترونية حتى اه لا نقع في الجلال الدائر حاليا اه حال الالعاب المفيدة هل اقوم بقضعها عن الالاج اه هي القضية يعني مرتبطة بالاجبان الساعات اللي بيخلوها الطفل حقيقة فيه دراسات كثيرة وانا ادرس دراسة قبل سنتين على عينة كبيرة جدا في فوق الالف طفل اه في الأردن فقريا اه عدد الاطفال يعني اللي عمليهم دراسة اخذنا منهم اجازاتهم على كم ساعة عدد خضوص اوقاتهم في علامات الجذفية سواء العادة الاسترونية على البلاي ستيشن اه سوشال ميديا المعقر بيستقل في العالم الاخر بحقي انه هو عالمه اللي عايش فيه الان اه واصلنا من نتائج كيفة مرعبة جدا كانت اتقل من الاقل عدد ساعات كانت ساعتين اتقل ساعات فيه اطفال اه اقربوا انه بيزن عشر ساعات في اليوم بفتر هو عند الكمبيوتر وبتغضى هو عند الكمبيوتر في اليوم بينام هو يجب الكمبيوتر ايضا يعني يقضي تقريبا عشرة الاثنى عشر ساعة بجانب الكمبيوتر كانت العينة عنا تقريبا واضح سنة تقريبا انه اربع ساعات يقضي التفل من يومه اه عمستوى السنة كانلة على الاجر الزكية بسيس تفل الى عشر ساعات طبعا هذا الابنان انا شو درد احنا نتكلم عن اضرار لا نتكلم عن ضرار نحكي ممكن نتقل على مواقع الراحية ولا ممكن يلعب الالعاب بالترن بسحكه هي اضرار كثيرة جدا يمكن التقريب ذكر كثير من الاضرار اللي احنا بنخاف فينا حقيقة واللي اقرفها الالحاس العالمية احنا نتكلم الان عن حالات نادرة او عن حالات قد تأتي في مستخدر هي حالات الان موجودة بين ايدينا وانا شوفت بعض الحالات بعض الاولاد اول انشي شوف الاجمان على الاعاب الالكترونية وغياب الرقابة خاصة الالعاب التي من الممكن ان يكون بها نوع من العنف والدماء والمظاهر يعني المثيرة للاسم زاز اه الاول انشي شلوك التغير الطفل بيشير الآن بدي عالمه الخاص بيشير شلوك تغير مع اهله فهي عنده عطبية حتى بيشير عنده عطبية في اللعبة النفسة بيشير عنده دافع ان يصير عطبي اكتر لعنه هذا كله تجهني في الجهاز العطبي الطفل في هذا الامر نحكي 12 سنة و 17 سنة يبدأ يعصر بالطريقة اللي بيعصر فيها الكبار حقيقة مشكلة كبيرة جدا فاحد المظاهر هي العطبية وكثير من الالاء اقروا ان اولادهم يختر في اللعبة ممكن يكسر في رول ممكن يكسر الماوس ممكن يضرب اخول مثلا لان الجهاز العطبي هو جالس سباته عن بقود معركة هو جالس سباته هذا الاصل انه يلعب يروح يقفل يلعب كل قدم يحرك عضلاته هو ما بيحرك عضلاته هو بيحرك امامه فقط الجهاز العطبي مش عارف يتحرك بيش غلله في اخوانه او في الجهازه الالكتروني او في اليد البلايستيشن بيكسرها اذا خسر او فقد اعطاول على مستوى التواهج اللي بيجي بالشاشات هذا كتير اولاد بيشتكوا من قلة النوم او بينام بلاقي المدرسة ينوم الساعة اللي بيولوجية تخرج عندهم انا حقيتها دولار ساعتين مدرسين في المدارس تقريبا بالطفل بكئة شهر بات ينتحق في المدرسة حتى يتأقلم مع جوة مدرسة البيت نعم لان الكل الشهور اللي بيطرينها طيب دكتور عمران هل هناك مدة معينة او معيار معين من الوقت مسموح للطفل ان يعني يستغرقوا في استخدام الهاتف الذكي واللعاب الالكترونية ومن الممكن ان لا يؤثر ذلك على اسلوبه وعلى عقله وعلى تصرفاته هي القضية ليس افس الوقت هي النوعية ايضا يعني احنا انا بنا نعطيه بس وقت معين ونعطيه علعاب سيئة ممكن نتأثر عليه احنا بنا نعطيه وقت محذد وبنرسل وقت نوعية محذدة يعني الالعاب العونة عادة تخلق الطفل عنيف على المدرسة في بعض الالعاب بتخلين مشاكلة الانتباع خاصة اذا قضى وقتك فيه الاوقات اليوصلة فيها الفدراء انه اكثر من نفت ساعة متواصلة ما يلعب الطفل نفس ساعة وبعدها لازم ناخد راحة في بعض الأولاد بتاعتين سنة ساعة متواصلة ترشان متواصلة يعني يعني وأكثر وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك هذا الكثير أنه عطل الدماغ وكي يعمله في حالة أخرى يطلع أن الطفل أنطوائي لا يريد أن يختلف في المجتمع عبدا فقط يضل على جهازه نعم طيب أحيانا دكتور الأباء يفضلون إسكات أبنائهم عن البكاء بإعطائهم مثل هذه الأجهزة يعني بنوع من أنواع يعني راحة النفس لهم يعني يفضلون أن يريحوا أنفسهم بإعطائهم هذه الأجهزة هذه الراحة هذه مؤقتة هذه الراحة مؤقتة يعني الأب والأم سيجنوا ضرر هذه الراحة القليلة بعد سفرة يعانوا في نوذبهم على أطباء نفسهين في بعض الألعاب الإخترانية وخلاص إدمان الإلكتراني ما بيضها واحد خبير في الألعاب الإلكترانية اللي في سوشال ميديا يعالج التسط إذا خبير جسدي يجبني ها طبيب نفسي عالج التسط فهذه الراحة القليلة اللي هي من الساعة أو ساعة للأب حب يعطي ابن فيها الجهاز أو ساعتين ثلاثة أو يوم هذه بعد سراكمات الأب راح يحتاج أشهر لعلاج ابن فيها لذلك أنا بأعتبر جريمة أن الأب والأم يعطي الطفل جهاز حتى يتكثر حصل أصال الغار من الأمر الثلاثة أو الثلاثة أنا بشوف أن بعض الأباء والأمهات دي ما تفضلت من أجل تكاتب في الجهاز من أجل ما تشوف في محتوى وإيش الطفل يجب يتكعمله كيف جلسة حتى جلسة صحية أو لا ما براعي طبعا هذا كل يأتي بجنيب الأخير الأب والأم وبيعانه أنه يجب على طبيب العظام وأحيانا طبيب نسك وأحيانا يعني طبيب عيون بعض الأحيان كل يأتي هم الكراكم ما بيجي بيوم الليلة طيب ذكرت عن مخاطر الألعاب الإلكترونية ألا يوجد هناك معايير معينة لهذه الألعاب ومثلا تنويعها على أعمار الأطفال يعني لكل فئة من عمر الأطفال تكون هناك ألعاب معينة ولا يسمح لألعاب أخرى أن تكون متناول أعمار معينة من الأطفال والله هو في معايير لكن 90% من أعباء الدراسات يتكلم 90% ما دعسوا هذه المعايير ما تطلوا عليها وما يعرفوا إذا اللعبوا مناسبة لأبناء أو لا يعني بتلاقي الليلة نصب عليها بلص 11 10 سنة فما فوق بتلاقي أن القفل عمر 11 سنة وعايش 20 بلع فيها الشركات كثيرة اللي بتطور الألعاب بتحط عدد المعايير في بعض الألعاب معايير عالة جدا فيها يعني أهور إلاحية أحيانا فبكون عليه بلصة 18 بلصة 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 خلي الأباء يقرأوا ويشوفوا إيه تسلم النماث اللعبة حتى يعني يقرر خلي ابن العابها أو لا نعم طيب ذكرت وتحدثت عن تأثير هذه الألعاب على سلوك الأطفال بعد ذلك خصوصا في فترة الدراسة ولكن أريد أن أسألك عن طبيعة هذه الألعاب وتأثيرها على المستوى الدراسي للطفل كيف تؤثر على المستوى الدراسي هل من الممكن أن تجعل المستوى الدراسي متدني أن تجعله مثلا لا يستطيع التركيز في حصصه الدراسية مية في مية لما يكون في تشطط ذهنة عند الطفل يتعلق في اللعبة تأكد تماما من مشرح الدراس أنا أعطيت مثال بعد أن أبا بايت الابن وعد يخلط الدراسة لليت الانتحان متجاولة هذه كثيرا مثلا موجودة الساعة تمانية إذا خلص دراسة تعطيك ساعة من 8 من 9 من 9 تلعب اللعبة الفلانية حتى تنجل طبعا طول فترة في الدراسة يكون ذهنة في الدراسة وذهنة في الساعة لديه العب وذين أصحابه اللي بدي نستق معهم عشان يلعب معهم أونلاين فالتلاقي إنه كفل عقله مرتبط بالنعبة أكثر من دراسة اللي يمهي الدراسة فالتلاقي هو قسمني ده وقت بعيد دقائق بغض النظر عن جود في التعليم أو جود في الدراسة ثلاثة هم شي يصل للساعة اللي بدي يمسك مع أصحابه وبتلك كيف تركيبة في هذه الساعة لذلك أنا كثير منطع للعبار فترة الانتحانات عثمين المساء قبل الانتحان في يومين ثلاث إغلاق كامل لكل الأجزة بكية في البيت والألعاب الإسكرونية الحديث آخر يوم الانتحان حتى ركز الطفل ما يصير طيب دكتور ألا يمكن استغلال هذه الأجهزة بطرق معينة بديلة عن الألعاب الإلكترونية مثلا من الممكن أن تكون هناك برامج توعوية برامج تعليمية من الممكن أن تطور تفكير الأطفال وترتقي بهم في عندنا ألعاب موجود في ألعاب بكاء في عندنا برامج تعليمية موجود هي المحتوى العربي هو يفتقر يا بعض بهذه الممكن موجود ولكن غير شائع يعني يفتقر غير شائع بالضبط نعم لأنه في عندنا الترمج نحن نسمي أو نحكي أن الشائع بين الأطفال أنهم في المدارس يروح يتكلموا عن اللبا خلانية وبالتالي بيجي إبنك وخيرك أنت خلينا أحطر الشراط هذه بس أنا بجي ألعب اللبا بلعبوها أصحابي لازم أروح بكرة أتكلم معهم على الأقل يعني أتكلم معهم باللغة اللي بتكلموا فيها بلغة اللعبة اللي احنا بتكلم فيها لكن هاي نسؤلية الآباء ونسؤلية المدارس أيضا أنها تطلح منتجات وتعرف الأطفال على هذه البرامج أو نحك بيديوات التعليمية على سبيل المثال وتكون جدء من الخطة الدراسية يعني أنا بأيد أنه جدء من الخطة الدراسية أنه كيف يتغل الطفل للإنترنت يتغلال أمثل أنه كيف يلخص من الإنترنت كيف يبحثلنا عن الميديو مفيد كيف ينتج ميديو مفيد أحيانا أو يعمل محتوى علمي مفيد على سبيل المثال لذلك إشراك الطلاب بصناعة المحتوى والبحث عن المحتوى مفيد أنا بأكد رجل يعني مسؤولية مجتمعية ومسؤولية تعليمية في المدارس نعم طي دكتور في سؤال أخير ما هو الدور اللازم على الأباء يعني أنا دائما بقول للأباء والأمهات التربية في العصر الرقمي اللي إحنا فيه التربية مضاعفة تهدها مضاعف 20 عشر مرات قبل عشر سنوات أو 20 سنة قولوا المتغيرات كثير حوالينا الطفل يعني الطفل في المدرسة يسمع أصحابه في الإعلام يتكلم عن ألعاب الإكترونية منفك الكوميوسر كلها ألعاب وإعلانات يستطلع له هنا أنا بثير مسئولية الأباء والأمهات اللي هم المتابعة الدورية أو المتابعة على فلوك الطفل هل تغير فلوك ولا لا هل الطفل طارعين منطواء ولا لا استتبعوا حتى على السور الميديا معني بتتكلم خاص الأصصال الوظهار أحيانا يقع في مشاكل مع ناس بالغين أحيانا ناس مجرمين أنا أعتبرهم على المواقع التواصل الاجتماعي الأباء ما بعرفوا هذا الموضوع القرب من الأطفال في هذا العصر أنا أعتبره حتمي جدا 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 لأن المتغيرات المؤثرات على الأطفال كبيرة جدا وأثارها سيئة وتدريجية فيها لذلك أنا أحكي لكل أب وهم خليك قريب من ابنك وبنتك بناك أيضا من الأولاد كل الحقيقة الآن في ورثة كبيرة في هذا العصر يتطلب جهد مضاعف جهد مضاعف من الإعلام جهد مضاعف من المدارس أيضا وذات التربية إحنا في عصر حفظة أننا خايفين على الجيل هذا أن تختلط عليه الأمور تختلط التقاف عليه نضيع فيما بعد وصلت الفكرة أشكر أكزيل الشكر خبير الأمن المعلومات الدكتور عمران سالم على مشاركتك معنا وإثرائك هذه المسألة الهامة والخطيرة في مستقبل أطفالنا إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم أصحبكم زميلي فاتح أبودان لاستكمال حوار المنتصف لا تذهبوا بعيدا اشتركوا في القناة